أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن إسرائيل ترتكب جريمة قطع الاحتياجات الأساسية عن قطاع غزة بغطاء من أطراف دولية وأدانت الوزارة قرار زلطات الاحتلال بقطع الاحتياجات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة ومنع وصولها إليهم بما في ذلك المياه والكهرباء والمواد الغذائية والطبية والوقود في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني واتفاقات جينيف والتزامات دولة الاحتلال وطلبت الوزارة مجلس الأمن الدولي والأمينة العام للأمم المتحدة والأطراف كافة بتحمل مسؤوليتها في وقف هذا العضوان فورا ورفع جميع أشكال العقوبات الجمعية وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة